أه طبعا لأن الموضوع زاد قوي والدنيا زادت والسقف زاد قوي وما فيش عقاب موقف في الثاني في الثالث فأنا لو لقيت القصة كده أنا بكمل عادي ما أنا عرض مستمر عرض مستمر فطبعا ما ينفعش كابتن محمد أنا يعني أنت بتقول في حل وما فيش حل أنا في اعتقاد الحل الوحيد الحل الوحيد للكلام دوت أن النادي الأهل يفضل زي ما هو ماشي أن العملات تاني بيزقوك أنه أنا متأكد مليون في المية أنه بيحاول يخرجك بيشتتك غير التشتيت عايز يجيبك في حل ونفسه نفسه تجيب في الحتة بتاعه بس أنت كده بقيت زي بالموضوع خلص عشان أنت لو جيت في الحتة بتاعته أنت مش تقدر عليه بالضبط لأن أنت مش زيه في الحتة دي استحالة ولا تقدر ولا هتقبل على نفسك ولا حد هيقبل عليك إنك تبقى زيه في الحتة دي هو عز اسحابك إنه ما انتح في الحتة بتاعتك اللي هو مش قادر يوصل له وتفضل ماشي في الحتة دي وتفضل ماشي لأنه هو مشكلته أنت عملتك وما بردش تيك وما بردش طب عامله إيه ده؟ يا عملت معه كل حاجة وشتمت وقلت أدى بيه وعملت وانا ما بردش طب إزاي الراجل ده بردش؟ عشان أنا مش سامعك أنت في حتة بعيدة حتة تحت بعيدة حتة اللي قلتها يا سام إنه ساعات فيه كومنتات بتيجي وطب ردوا يا جماعة ردوا يعني اتكلموا ردوا عمر النادي الأهلي ماعمل فين القناة فين المركز الإعلاني فين الصفحات النادي الأهلي عايزة أسألك سواء مش محق تفضل البرنامج ده مش سهل قوي أنتوا معاك وهو ثلاث ساعات عشر الواحد تطلعوا تقولوا اللي أنتوا عايزينه مفيش أسهل من الكلام زي بقيت كل اللي بيتكلم معلهوش جمارك لا أنت هتعرفي ولا هاني هيعرف لأن الأخلاقك ولا أخلاقه ولا أخلاق المكان اللي أنتوا تنتسبوا ليه تسمح استحالة حتى الضيوف اللي موجودة وإحنا ما بنعرفش نشتم ما إحنا لعبة كرة وهاني عارف ما فيش يعني قد لعبت الكرة يعني في طريقتهم وكذا 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 إنما إحنا مش هنوصل للمرحلة دي ما ينفعش نوصل بعدين يا كابتن فيه توقيت وفيه ظروف تخلي حضرتك ترد لكن مش كل حاجة عمال على بطالها نوقف عندها أنت يعرف أكثر حاجة بتتعبني إيه بقى إنك كمان ما تقدرش المرض في الفترة الأخرانية أو في اليومين اللي فاتوا دول ابتدوا برضو يعني يعني ابتدوا يمسكوا حبتة ده مش عارف إيه ده التمثيل ده أصلي كذا ده كذا حتى المرض يا جماعة حتى المرض حتى في الأوقات الصعبة الحرجة يعني ده دعية حد فينا معرض إنه يتعب ويبقى مش قادر ويبقى كذا وكذا 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 أنت عشان نفسك مريضة مزبوط فبتحس الناس كلها زيك أنت فاهمت زيك؟ للأسف الكابتن برضو تاني بعيد ويمكن بأكد على الكلام لحضرتك قلته ده اللي قلناه من ساعة ما بدأ أنا هنا في البيت الكبير إحنا ممكن جدا نرد وسهل جدا جدا مفيش أسل أنك ترد بنفس الألفاظ ونفس الطريقة لكن يعني متربين في النادي الأهلي ومحدش يقول أصل إيه المثالية الزيادة ديت لأ خلي بالكو والكابتن محمد عارف القصة دي طول ما أنت ماشي في طريقك آه ممكن تتلغبط شوية ممكن دي كورة لكن طول ما أنت ماشي في طريقك والنادي الأهلي في حتة تانية ده مهم جدا أنت عارف أنا فاضل لك أنت عارف أنا شغلي ماسك طبعا مدير تنفيذي انتحده كورة والمقر بتاعنا في الشارع الشاربي فوسك البلد الشارع الشاربي ده زي أسرة واحدة يعني أنت عارف كده محدود فهنا نازله طبعا وكالعادة طبعا تقريبا كله أهلي تقريبا يعني كله أهلي يعني زي معظم مصر يعني كلهم أهلي يعني فكابتن محمد والنبي انت بتطلع القناة قلهم الشتيمة ولازم يردوا لازم يا جماعة ما ينفعش استحالها يردوا إحنا مش الأسلوب ده إحنا مش المدرسة دي مع أنه فيش مدرسة يعني وبعدين مش معنى مش معنى أن كل واحد عنده صفحة على فيسبوك أو انستجرام أو تويترام يطلع يقول اللي هو عايزه حتى لو كان منتمي لأي من الأطراف أنا النهاردة بشتغل في قناة النادي الأهلي هل يحقل أن أنا عملا على بطال أنزل تصريحات على الثاني لمجرد أن أنا منتمية للكيان ده لا مش ده خالص المعنى إحنا عندنا إعلام محترم بنرد من خلال الشاشة بنرد من خلال المركز الإعلامي للنادي الأهلي مش أي واحد عنده حساب يتكلم ومش أي حد يبدي رأيه لأن هي دي المسألة اللي غرقتنا كلنا أو بتغرقنا كلنا فإحنا بنمشي وفقا لمبادئ رولز في حاجة اسمها مدونة السلوك المهني في حاجة اسمها شرف المهنة أنت بتكلمني في حاجات كبيرة لا دي حاجات كبيرة لا حاجات يا أستاذ يا كابتن محمد مرتبطة بالإعلام دي حاجة مرتبطة بالإعلام أنا عارف أنا بحذر طبعا ده جزء من شغلي إن أنا مش هطلع إن أنا كل حاجة عمالة على بطال يبص يا سامي أو ديشتم واجب أسماء الي بيوصل لمرحلة دي ما بيبصش للكلام اللي أنت بتقوليه يبص يا حمي اللي بيوصل لمرحلة دي هقولك على حاجة قناة النادي الأهلي برامجها كلها بما فيها طبع البرنامج الكبير بتاعكو أمرهم ما تكلموا على الطرف التاني النحية التانية ما بتكلموش على النادي بتاعهم ما بتكلمو على النادي الأهلي عليك لأن النادي الأهلي غاني بالأحداث والناس عايزة توصلوا فهو ده اللي لازم يتكلم عنه معيني فيه أحداث تانية ففرق تانية أنا في رأيي برضو عشان أنا كمان من رأيي الشخصي إن إحنا كمان نبدأ نتكلم على الموضوع ده ده ممكن هو يفرح بالكلام ده فخلينا دايما إحنا بنحط النقط في الحروف إحنا بنخاطب جمالي النادي الأهلي اللي عاشق كان النادي الأهلي وعرف مبادئ النادي الأهلي اللي اتربنا كلنا عليك تعرف هاني؟ لا خلاص أنا كنت عايزة نطلع من الحتة دي أنا بس هو الحتة كبيرة هو بيمسك كل حاجة أنت بتقولها شعار أنت بتاخده بيقعد يخبط فيه الأهلي فوق الجميع إيه الأهلي فوق الجميع نادي البطولات إيه نادي البطولات يعني أنت فاهمني بص هو الكونسبت بتاعه إيه في الاتجاه هو بيرد بس على القصة دي إنه ما فيش محتوى عنده وتاريخ حافل بالبطولات وإحنا لو عادنا أنا وإنت نتكلم وسهم على بطولات النادي الأهلي وعلى مش هنخلص طيب يبدأ بقى أكلمنا على بطولات النادي الأهلي لو بعدين فيه بس النقطة بس كابت ناني عشان بس نختمها مش معنى الكلام إن أنت تبقى حيادي محدش طلب منك إن أنت تبقى حيادي دافع عن جمهورك ودفع عن ناديك ودفع عن الرمز اللي أنت بتنتمي إليه لكن خليك في نفسك يعني خليك في نفسك ومالكش يضحو بي مالكش يضحو بي نخش ترجمة نانسي قنقر